وصفت الخارجية الصينية تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها خاطئة وبأنها تلاعب سياسي غير مسؤول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماونينغ اتهمت أشخاص لم تسمهم بالإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية مضيفة أن محاولاتهم لن تنجح في زرع الفتنة بين الجانبين على حد تعبيرها هذا النوع من التصريحات غير صحيح للغاية وغير مسؤول على الإطلاق وهو تلاعب سياسي وهو ما تعرضه الصين بحزم تجرى الإشارة إلى أن هناك دائما بعض الأفراد ذوي النوايا السيئة الذين يحاولون زرع الفتنة والإضرار بالعلاقات الصينية الأمريكية لكن محاولاتهم لن تنجح